لأزيد من ستة أشهر وعائلة فيصل تحتمي بهذا البيت البلاستيكي أين انتهى بها المطاف به بعد بيع والده للمسكن العائلي وسط حي الأمال ببلدية شلفة تقدرت علي شيء بني باع وأنا ما عندي شوين نروح اسمعني رأني في الساكين ما قالت رأني في السايف هكذا مكان لي جاليا روحت لشاف ضائرة دخلت لي المير دخلت عنده المير قال لي ما عندي من دلك المير قال لي نكريلك أربط البيت ووسط هذه الضلوف القاسية تحاول مساعدة أبنائها لمراجعة دروسهم رغم أن ما يتوفر ليس بالجو المساعد على ذلك كنا في دار عشينا برا عينا مع السلطات جرينا دفعنا درنا أقال الوسائل مكاش اللي يدها فينا مكاش اللي جا طلع لنا وشاف الحالة تانا إن شاء الله يشوفوا فينا إن شاء الله وضرك جيشتا مع رهنو والريح راح تصل بي وإن شاء الله بربي فيه كما يقول لك نحاول بقدر المستطاع نوجد له حل مناسب إن شاء الله اللي تضمن الحياة الكريمة العائلة هذه لكل حال مدى يخفى كما شبال يرعنا تقريبا فيه في فصل الشتاء والتقصرها بارد رب عائلة معوز لا يقدر على توفير تكاليف كراء منزل جديد يحمي به عائلته الصغيرة أمله في مساعدة من السلطة البحلية لمنحه سكن اجتماعي